ايه تلسل تستير؟ ايوه لقيته جوزي خلش وفتش مفتش وفتش اوه في حاجه هامه؟ لا يا عطريس مفيش ماتخفيش هوافاء لا سنديه جوه يا فرد سنديدي بتاعتك؟ ايو يا ابي بتاعتي فيها صبون افتح ايه ده؟ صبون من فوق عشيش من تحت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دول كان عندك او سرهان مبعتتهم لي اول انبارع وقالتلي مش عايزة الصابون اسألها دي ستة طيبة اهو يا بيه وده اراد بتاعتي؟ لا يا بيه مش بتاعتي معرفاش معرفش حاجه عندي ازاي؟ ده هوافز من البنك باسمي هوافز من البنك بانك ايه يا بيه؟ ده انا خلابة مش لقيناكم بانك ايه؟ ايه حرام عليكم؟ ماتوح ماتوح يا بيه انا ديه بتاعتي الست كاوسر هتقول لك من السندق دي بتاع السبون انا بتاع السبون مالي انا ومالي المخضرات يا فندم الست دي كانت بتستعمل بيتي كمحزن لها انا ست طول عمري محترمة وفي حالي فكانت بتستغيق المكان المحترم ده كمكان امين لنشطها مش مصبوط يا ست كاوسر تعال انت وغو ايه اقوالك الهالم بتاعيتنا مكتش تعرف اي حاجة عن السندق دي ولا عمرها شفيتك الست كاوسر هالم كان بتحب تدي حسنية فلوس والسلام وانت يا رواب كان بيستمع يا بيه ناس بابرة ويقضوا منها السندق ما حصلش انا عمضة ايه انا عايزة ربيهم يا باب ولما انت عايزة تربيهم ماشي غارت ليه ليه بتعرض الايه اللي تمدتك انت كدابة والرجال بتوع الدول كانت كدابين انا وححة صحيح انا ما عرفش حاجة عن السندق دي وانا ما شفتهاك ما تتكلمي حسبي الله وانعمل وكيل فيك يا زبا مش عايزة ولا كلمة انتهت المواجهة الورقة ده عبارة عن حوافز بنوك فلوس محطوطة باسمك بمبالغ تصل الى عشر تلاف جنيه مش معقول يا باب عشر تلاف جنيه ومش معقول ان الصابون الدبابة اللي بتشتغل فيه يكسب الفلوس دي كلها يا بيدي احنا غلابة مش لعين ناكل الورقة ده ما عندش فكر عنه لازم حد ليه اللي اردت حطهولي يا سلام عبا جاح انتي ما عندكش دبير بس خلاص اكتب قررنا الافراج عن السيدة كوسر انور الطايع بضمان محل اقامتها ويتم الافراج عنها من سرايا النيابة ثانيا تحجز المتهمة حسنية احمد فرحان اربعة ايام على زمة التحقيق ويراع تجديد الحجز في الموعد القانوني حزبي الله ونعم نور من ديك بعد الاطلاع على هراق الدعوة وسماع المرافعة الشفاهية حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة حسنية احمد فرحان بالاشغال الشقة المؤبدة انتهى ورحان ثم بالتعال المتهمة لان كانت مضحها المتهمة لان اخبران المتهمة لان اتقل ليس من المتهمة منهم الان اقسر مله الان اود الصحر على المحكمة يا ولكن في داعياتي يا ولكن في داعياتي غرفت بيتي، شربت عيالي يوحدها شرعي العرب بعد يوم السماء ويضع عليك العل ونهار يا كوتر غزب عني يا روح ما بعدك روح كنت هتحبس عجب ما تتحبسيش هتحبس أنا تلفيلي طومة وتشردي ولادي ايه؟ صباح الخير ستايني صباح الخير في ايه عارفة؟ صباح بيه مستني ستكتحت طيب، أنا حلبس واجيله حالي صباح الخير يا أستاذ سار يا صباح الخيرات أهلا حملينا على سلامتك يا ستة الله يسلمك كل شيء عالي العالم الحمد لله كوصلهاني ما تأخذناش لأننا ما حاولناش نعمل معاك أي نوع من أنواع الاتصال لحد ما اتطمنا أن خلاص القضية تحكم فيها وبقينا في أمان ايه؟ شايفك مش مبسوطة؟ الحقيقة ما كنتش أتمنى أدخل الست دي السجن كان نفسي يبقى فيه حل تاني خطتنا أن احنا لازم نعمل حساب اليومنا لازم يكون فيه كبش فدى عشان حضرتك تطلعي زي الشعرام العجين ما تنسيش أن قضية زي دي بيوصل فيها الحكم أحيانا للإعدام أنا صحيح نفت من العقاب لكن ما كنتش متصورة أني فيه اللوع تاني من العقاب النفسي يعزدني طول الليل والنهار يا ماما عايزك تحطي في دماغك حاكتين اتنين أولا الأبيك يعني المكسب المادي الخرافي وساميا حبل المشناء عندك حق نتكلم بقى في الشغل بطيق للوقت مش مناسب أنا أحصابي تعبانة ومش قادرة تكلم في أي حاجة لا 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 أنا مش عايز الموضوع دي يشدك أكتر من كده لا يا ماما انسي حاولي تنسي المسألة عايزة وقت نديكي وقت على فكرة الشنطة دي فيها مئتين وخمسين ألف جنيه كانوا ليكي عندنا طيب مع السلام لا 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 مرسي قوي خلي حضرتك مستريحة أنا عارف السكة كويس الشنطة عن إذن فرحانة بالفلوس افتح الشنطة وقديهم حتلاقيهم كتير وخطيهم على الفلوسك كتير اللي عندك قدي دور وخط دور جنبي دوري وخليهم ينفعوكي خليهم يجلولي كنوري كفايا كفايا ايه خير استهانة؟ خير في ايه؟ حدا من العربية عايزة روح بيت خسني ولي بس كده استهانة؟ عايزة روح لخسني حاضر حاضر بس ايه استهانة؟ أنا حاضره يا عروي قبل استهانة فضل فضل بنت يا عدوين لا 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 علش معلش سيبهم يا عارف هيا عصبوك يا استهانم طب ابعيدي بس شوية حربتي وانت اسمك ايه مخصوبك يا استهانم عطريس هتعرفوهم ازاي بس من بعض استهانم على رأيك بيش ضروري اسماءهم انا كنت عارف انهم حداشر عيل بس ما كنتش متصورة انهم يبقوا كتير بالشكلتها لا كمان يا استهانم ده العيال غير كل العيال يعني ايه عيال غير العيال احنا ناس غلابة يا ابويا طيب انت كبير انا كبير عطريس اه انا عندي فكرة عن ظروفكم ابويا خرج مرجعش وامي برضو خرجت مرجعتش طيب انتو ملكوش قريب ملكوش معارف الجنان كانوا بيعتفوا علينا كلا بلقمة ولا اتنين وبعدين اول ما لقوا العملية طولت زهقوا طب يا عطريس خد الفلوس دي لك والاخواتك فلوس فلوس انت مروحتيش مع اخواتك تهدي فلوس ليه انا شاية فلوس انت اسمك ايه وفاق وعند كم سنة طول يعني كم اربع سنين طب انت ماس كفشتني ليه اصلا انا حبيتك اوي فعايزة ايكي معاك تهدينا عند امي اوديك عند امك اصلي انت مش عارفة سمان كان فيه هنا واحد لازيسة اول دي باو اسمها ام اماتي قد بتاكلني مش غرامنا تخطيني بعطيني ستي ميش ترحت فين هلا واعلى منتعك منيشت مش عارفة ااكل كفاية 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 انت رايحة فين انا حروح انا قلتلي بتاكليني تاكليني عند امي طب فريدي ملقينا هاش هتبقى حاجة تحير هقولك اسمنا معاك يعني انت عايزة تيجي معايا اه طيب هات هيعارفة الله اه ايه الحلاوة دي دا انت بقيت زي الامر انت اللي امر يا بكاشة انا مش بكاشة انت تحير امر وحلوة ومش بكاشة زي السادة دي طب يا حبيت ادخل بقى من الباب دا هيحطولك الاكل اللي انت عايزة ما فيه هنا واحد كوة حتي تاكل اولي يجيبلي رص اه يحطلك رص يحطلي بكل اللي انت عايزة وما تخافيش من حد يلا حبيت اسمعي يا داد افندي يا استادي وانت مروحة حتاخذ البنتي دي تعيش معاكي حتفتن بيها وكل مصارفها انا حدهالكوا اكتر اللي تشوفي يا استادي ومن وقت اللي التاني ابيحتي هالي عشان اشوفها حاضر استادي وانت كيش تعيش تعيش يا بنتي تعيش هنا ايه فيه ايه الستة تي عايزة تخافني معاها وانا مش عايزة ااجي معاها ليه يا وفاة سوفي بقى لما اقولك يا اما تبطيني عند امي يا اما قاعد معاكي انتي انا هنا تحت رجليتي في الحد السخنونة دي شب انا بحبك اه مش بكشري الساة تي انا بكشري يا بنت وانا بتخليني معايزة وسكاني على الاخر عامش حكو خلق اربع رزات بس يا حبابتي اربع رزات بس طب خليهم اتنين خلاص يا داد رواح انتي بس هاتيلي شوكولاتة من هناك حاضر كمان شوكولاتة تصادق اه اهاهاها اه حبيبتي 전에 سيادتك بنغاد صبحة احسن اصلي نمت ابرخ كويس وصبحة دعانة بشكل قال له انت محذرة السفرة عشال نفر واحد بس انحنا نفرين مي مع سيادتك يا فني مب لطيفة بشكل، ما تتصورش قد إيه سلتني مدام بتسني ستك، يبقى نحضر الصفر، أنا فريد؟ يا ستاها، أيوة، فيه واحد بره عايز حضرزي، اسمه سأل بيه الله، وإيه لي جابوا بدري كده؟ طي، أنا جاية له حالي تصبلي يا ستاها يا الله، روبا، أيوة صباح الخير يا أستاذ سأل صباح الخير يا أستاذ سأل بيه جيت بغل شوية معلش خير إن شاء الله، أتفضل عملية جديدة إنما خطيرة عملية إيه؟ عملية من عملياتنا، إحنا بتشتغل في إيه عملية؟ أنا تسببتي في دخول واحدة السجن مؤبت أرجوك، مش عايزة أسمع عنكم أي حاجة أو أي عملية أنت بتعملوها والله إذا كان ضميرك صحي أوي كده خطوتين وتعترف يا ماما، وهم يصلحوا لوضع أستاذ سأل، المؤابلة انتهت وأرجوك، مش عايزة أشوفك هينة تانية ورسمع صوت أي حد فيكم أرزني كلاني مفهوم ووارح مع السلامة مؤابلة مش نطيفة، لكن باي باي موسيقى مالك استعاني؟ مالك الأمر الكلين السعاني ليه؟ ما فيش حاجة حالبتي هو راجده كل ما يجي، يعطني على ساتك لا لا تنعبني أنا على خمسين سايو نحن نحن كي سمعني ما عارف لما راتلتها إيه كيانا تاني ما بتخلوش شمش هاسلنا عارفنا عليها تاني دا احنا ما صدقنا سادتك كنت صبحة كويس صبحة كويس روح انت أعمل رفقيتك يرمي تسكوتي سيبها يا عارف وروح انت هذا ما استاني ما قولك مكتة تروائك قولي يا حبيبتي مرى واحد الساقف عشان اتعافظ لا تحبه تشكوتي نامل هي حبيبتة مرحبتة مرحبتة حبيبتة تعالي حبيبتة حبيبتة انتنا بانات المخ ratios شفتي بقى؟ مفسوطة؟ مفسوطة ربنا يخليك يا ماما يا حبي يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليك انتي يالا خد العروسة بقى العديبية ايه عارف؟ وديلي الفلوس لكواف وفاقة زي ما قلتلك؟ والله يا فادي ما ارتفع من البيت لقيت البيت مفول وصالت الجرام قالوا ان كل واحد منهم راح في السكة ومعرفوش عنهم هذا انا غريبة على العموم انا عملت اللي علي ودلوقتي حضر للعربيين عشان نفسي افرح نفسي افرح متفرحين معك يا ستان؟ وفاق اكبرتني انها تكون بنتي ومن النهاردة هتكون بنتي رسمي ايه هتتبنيها ستاني؟ لا 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 اكتر من كده هتديها اسمي واسم جوزي نعم والسيادتك اللي توفق يا فندي؟ يا عارف انا باخد وبدى معك في الكلام لاني عندي ثقة فيك ومع شراك اكتر من عشرين سنة حكاية وفاق دي مش عايزة اي حد يعرفها والخدمين انا هغيرهم في بحر تلت اربعة اشهر ايوه استعانم بس البنت دي بذات بنت الست اللي 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 دخلها السن؟ بلاش دي بذات؟ اسمع يا عارف في حد بيختار اللي بيخلفه في ست بتختار المولودة اللي هي عايزة تولدها؟ طبعا لا بس انا عندي احساس كامل انت انا خلفت البنت دي ويمكن ربنا ابعاد ليها عشان اخلصها من الحرمان اللي كانت عايشة فيه يلا يا عارف العربية موسيقى 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 ماما ايه ارقص في زبط يرقص تبوي يعني هو زبط مش انسان من حقه يفرح اي وبس دلوقتي الظروف اتغيرت ايه الظروف دي يلا يلا ايه الظروف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بانت اللي مقليش فينها في الدنيا يبلي حوالي سليم يا رب يا رب حضرت الكاثر هاني ولد المريضة؟ أيها خير يا دكتور قسم الشديد بنتك عندها فشل كله ومزمن يقتل السرعة نقل الكليه نقل الكليه نجيل كليه نجيب اتنين نجيل تلاتة مسألة مش بالبساطة دي يا هاني الكليه اللي محتاجهاها بنتك كله بني آدم ودي ما تكتبش في روشيتا وتيجي من أجزخانة دي تتاخد من جسم بني آدم سليم طب الحل ايه؟ هنعمل التحليل والفحوصات اللازمة ونشوف نوع الكليه لا لا يا هاني لازم تتملج العصابي المشوار لسه طويل لازم بنت حضرتك تشوفك في حالة نفسية كويسة لاني دكتها أنا حنعكس عليها المهم المهم دلوقت في الكليه بالضبط كده نشوف دلوقتي حنجيب الكليه مني خدوها مني مني أنا طبعا ايوة لكن لكن ايه كبيرة في السن مش بس كده دي عملية كبيرة ومهيدة جدا صحيح الانسان ممكن يعيش بكلية واحدة لكن مع كبر السن هتاخد العملية دي صعبة عليك انت بتقول لي يا دكتور انت بتتكلم على بنتي عز حاجة عني أنا مثيرها ما ديش وجود حياتي كلها ما لهاش دي مهارجوك ارجوك يا دكتور مساء الخير مساء الخير يا دكتور اهههههههههههههههههههههههههههههة خي هكن يصفحوا على ب ooking ومن كده ها؟ قولك ايه؟ انا المرضى الطوعي خصوصا اللي بقى اب معايا مدة طويلة انا بارفع التكليف بيني وبينهم ها؟ ايه هدوك كده؟ ايه الين دايما؟ غسيل الكل يا دكتور 14 ساعة في الوزوء مرتين وايه تاني؟ هده كل شوية تعزي شبابها يا دكتور وتتعزي بالعذاب ده كله شوف يا وفاق انت قطر في وضع احسن من اللي بقى ماشي في الشارع وتنزل على نفوخ وطوبة تجيب اجل وفديها واحدة انت بقى احسن ولا بتاعبو طوبة ها؟ 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 اخيرا انت سمتي؟ اقامش انا انا اسبوع الاخير مع السلامة جميع تحليل الفخوص اخيرا انت طابع كامل يعني اقدر اقولك يا ملاح وكالي يعني ان حضرتك لبقينها الجسم وفاق الجسم حتقبعنا ان شاء الله مش هلفزها خبر عظيم يا دكتور اللي مش مريح ان انا بقى شخصيا انا توصر هاني صحة حضرتك العب واخلال الفخوص والتحاليل برضو خدها تحتامل عملية زيدي صحتي صحتي تسوي ايه قدام صحة بنتي انت عبك من زوها ده البنت اللي زي الامر اللي كلها نشاطه حيوية وفي احلى سنين وامرها يجرى لها كده ان شاء الله لو دورنا وحلاقي حالي تاني تاني حاستنى شهر ولا اتنين حاستنى لسه تعمل تحاليل تنجح او ما تنجحش عايزني اشحة كلية البنتي يجي واحد يوافق وده اليوم يقولي لأ ارجوك يا دكتور ارجوك الكلية حتتاخد مني انا يا كوصل هارم واجبي ان انا حذرك اولا سنك وبعد ان حياتك الصحية لا تسمح دكتور يحيا انا حياتي كلها ما تسويش يوم واحد تعيش بنت سعيدة يوم واحد تعيش طبعية زي اي بنت بسنها دكتور يحيا خد الكلية خد لتنين خد دمي خد قلبي خد كل نظفية بس بنتي تعيش ارجوك يا دكتور وبعد كده مش حطلو حاجة قبلي هاد عمل ربنا انا اعيش عجر دقايق بعد العملية عشان اتطمن ان انا هنكاحت وبنتي عاشي وبعد كده ما عنديش منع استقبل الموت بسعد الراحة كوصل هانم انا بقى لي عشرين سنة كان راح شفت مواقف انسانية ملاش اول ولا اخر تكي السدقين في العمر ما تحطيت في موقف مؤثر بالشكلين ربنا معنا ان شاء الله بس لي يا رجائق عندك يا دكتور مش عايزة وفاق تعرف انها هتاخد الكليا بتاعتي لانها مش هتوافق ازاك يا وفاق هم فين اللي حيديني الكليا بتاعته حالاً حيدخل دباتي كان نفس اشوفه عشان اشكره اي مبلغ حياخده اولي القصد التضحية اللي حيقدمها دي اذا الشيء اذا الشيء اذا الشيء ايه؟ نبيل. هارف اسمه ماما؟ اه. كاوث. وفاق. وفاق. العملية هتاخد قدية يا دكتور. حوالي اربع خمسات. نفسي اظمت عيني وفتحها. الله يوفاك ويسه. ان شاء الله. مشيئ. ماهيك تزيد الاب. م ي مو زيديو في حل الان على شهر من ناة دهتم مع السرير. بعدين بيدوها زي ما باخد بالزبط زي المحلول اللي باخده ده ممتك يا ستي هي اللي اداتلك الكليم ليه كده يا دكتور أولاً لكم انتم الاثنين حتمروا بمراحل علاجية زي بعض تمام ثانياً تصيرها كده ولا كده هتعرف هتعرفتني مسائل السفباش ولا ايه وفاة يا عملتي كده يا عملتي كده يا ماما يا الكلية الدغل عليك يا حبيبتي حبيبتي يا ماما ربنا يقونك بالسلام حبيبتي ما تتحركيش حبيبتي انت انت لو ما تتحركيش ربنا ما يحرميش منك أبدا ما يحرميش منك حبيبتي صباح خير اهلاً صباح النور لا الحب لله فأنت بي تعال عنها البركة فيك يا دكتور يا ستة انا ما عملش أي حاجة ليه التوضع ده؟ على فكرة انا ما كنتش عارفة ان العمال العملية من احسن الدكاترا اللي في مصر يا ستين انت مش جرح شطره بس لا ده انت كمان بتعرف ازاي تحط المرضى بتوعك في ظروف نفسية تخليهم تخليهم ايه؟ تخليهم ايه وفا تخليهم يبقوا دايما مستنيينك تي بتشوفي كل العينين؟ اه طبعا كل العينين انت مسألتش على ماما ليه؟ شفتها تحت في الجنين يا ستين اه وليلي تيه ما زلتش تماشي معاها ليه؟ عشان انا قاعدة ما استنيها الدكتور بتاع لما ينجي يشوفني الاول دكتور نعم نعم احنا جاهزين انا جاي حال على فكرة احنا هنخرج بكرة انا عارف السلام ان شاء الله الله يسلام ايه؟ هلحة العين بتاع؟ اوكي بس الزمانه ايلي؟ هاه؟ اوكي ايه؟ انت بيستنيها حاكر؟ لا امدا يا ماما مفيش حاجة خلاص الشونة نزلت؟ اه الشونة نزلت؟ انت عايزة تبعتي ولا ايه؟ لا امد من ياما ما ياما ايه؟ ايه؟ اه أهلاً، أصحاباً، صباح الخير يا وفاة صباح النور يا دونك كوصلهانم، عايز أتكلم مع حضرتي في موضوع فضل فضل يا فضل، فضل يا وفاة كوصلهانم، أنا طالب القرض منك يعني، الحقيقة أنا اتفاجئت أرجو إنها كومة فجأة سارة أكيد، إحنا ما نقدرش ننسى أفضل أفضل يا كوصلهانم، أنا ما عمدش أي حاجة على العموم، مادم بالدفئين خلاص؟ مين ومين منت فيه؟ آه، حضرتك، وفاة؟ أنا ما اتفاجتش مع وفاة لأول مرة تسمع مني الكلام ده يعني أنت بتطلبها، من غير ما تتكلم معاه؟ أنا رأي يا كوصلهانم، إن أنا أدخل البيت من بابه حضرتك تسأليها، يا توفق، يا توفق خلاص، قدي الجمال، ودي الجمال إيه رأيك يا وفاة؟ كوصلهانم، أنا أفضل السؤال يكون بينك وبينك عندك حق، على العموم، إحنا مش هنلاقي أحسن منك لا، أعتبر دي تأثير على وفاة؟ مما العربية مش مستنية تحت تقللش يلا بقى؟ فطر، يلا، فطر هش رداني يا بحش رماضة، هتكسل لك عسكة هش رداني إيه في إيه؟ البن مأمور قال لي ودي الوات المشبوء ده عند حضرة الظبيت وفاة طيب سيبه بابا فاجل، اسمك إيه؟ عطريس عطريس؟ أيوة عطريس، أمال حسام والحرام إيه؟ عبد الحليم حافظ اتكلم عدل، أنت فهم؟ يا حبي شانت، دلوقت أكدت أنني بزابط بحاجة الحقيقة انت هتكلم عدل ولا عمر أعلى بسترق؟ مش قوي كده حضرة الظبط، إلي على فكرة، قولك حضرة الظبط ولا ظابط هاني؟ إيه مالخص؟ ها ها ها، عاليا النعمة إخرز دي بتاعت لوة يا�도ت باي شل ماضة؟ ولما أسألك سؤال ترد على قد السؤال، بس لهما عوّرك مرح يا مادم على نفسك لأكوني حامل، والنرفزة والعصبية خطر عالجانين، ربنا قومك بالسلامة، أنت، ولي زيك أختي احترم نفسك، ياعطريس، وكانك كويس فحمش، درب من يندا، سمح جايبيناك هنا ليه؟ كل ما تحصل تصير أدالتك، راكول، اسحبوني معيني اللي تسامي مبارح تحفو مجوارات أنا مماشتغلش فيها أنا شغلية للمواقزة فيديو تليزيون استينو هالفاي إنما تحفو المجوارات دي مش شغلتي وبقى عبر الخيز بتخمي فيها للمواقزة طيب أنت بتسرق ليه؟ هواية مش بولوا عندكم أن العروسة تهوى التطريز وثقافتها الفرنسية أنا قهوة سرقة وثقافة الأمية أنت حترجع تكلمي أوك ثاني؟ أم أنا أقولك إيه؟ أنا بزل عشان أهلي مربونيش بزل عشان المام شغية الريح اللي حضرتك حطاهم دولت يوكلوا عيها أسبوع بحالة أنت مالكش ضعبية وخليك في نفسك اش مالك وتاخدوا بالكم من السكر خدوا بالكم من إحنا كمال إحنا بالأدمين لحم ودم بنجوع وبنعي المجتمع مفتوح للعمر الشريف ما تبصش لغيرك اشتغل وانت ممكن تبحث مني أنا ما عنديش فرصة مع أبوش حرامي مش عارفة مصدقك لي عشان بتكلم من قلبي وعشان نص الحرامية مش عايزين يبقوا حرامي أنت سرقت البرك؟ ما سرقتش لسبب بسيط فضالي إيه دا؟ جواب من المستشفى الميل لسه خارج الصوحي الساعة 12 وأنا داخل الحرسة لقفوني عادت في المستشفى المحتية مكتوب عادت في الجواب كنت عياني؟ مل كنت بتفسح؟ قالوا لي عندك لحمية في منخيرك عملتها حجة ودخلت المستشفى منها أعمل عملية اللحمية ومنها أكلها كل العينين انت عملت اللحمية دي استناني يا فندي تمام يا فندي تمام يا فندي مش عيبت أني انت حال واحدة ست اسمت يا عتريس ما توندناش في دهن أفعالك دي من جهبانة والله دم عايز يدك أنا بتهاقل يا فندي من سرقة مبارح بالزاتة وملوش دخل بيها أيوة بس ما يغركيش إنه ما سرقش مبارح ده وقت شاقي ومتع بمؤرف المهم هتعمل إيه ويال والله يا فندي أنا بتهاقل إنه ممكن إصلاحه تبقى عملت فيه وفينا خدمة كبيرة قوي ده أعرف المباحث يا دوبك يخرج من قضية شهر والله شهرين ونرجع نقبض عليه في قضية تانية أنا حبز لكل جهد يا فندم عشان نحاول مجرم زي ده لمواطن صالح يا ريت تنجحي في ده طيب يا فندم أنا حمشي دلوقتي وإن شاء الله ربنا يسهل وما أرجعش المتهم هنا تاني ما تتعشميش أوه كده مش مش بالسهولة دي ربنا يسهل يا فندم عن إذن مع السلامة روح يا كريس تسيقوا عسكري مش فادي ايه مش هانست روح ما فيش حجزة خمس تيام ولا ضربة عن بتاعها لا ما فيش مع السلامة كمان مع السلامة أنا مش مستجل نفسي نازلينك كمان مع السلامة 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 إنه مش أغلب الوقت بتشتغل بحالة مريف عملية موسيقى 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 يبقى قوي قوي يبقى فيه لزولك وات وات يا حرامي وات يا اخويا ايه؟ وات ايه؟ بقستك؟ بتاكل ببنت؟ بنت بنت ايه؟ اهو 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 احطوا بعينك ايوة تيبشوا لادة من ايه؟ بكوتشيل هاجيبوا مين؟ هاجيبوا من راجل يعني؟ ما انتواكل بالله هتولادة بلي كده؟ اجري يا زكي احرام الخسيل اخوانا بتخواني يا زكي؟ تعالي حامل تمنى يا سوك نعلفانتي؟ واعيز منك عشا جنيه؟ بتعدي يا اخوي احرام عشان بتخواني يا زكي احرام الخسيل اخلاص مش هخوانك تاني مش هخوانك بط مش هنواخده باك اخدامك بالولد عشرة واحد تفضل اخيو يا عيلا اهو يبقى اللاربع احطولات خلصة خلصة طبق بقى استنى بقى اخيو مهلا اخيو مهلا واسع غيرها انت هوت بطالة يا فلدي اهلا 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 حضر الزبط هالم احترم نفسك يا اهلا بتعزين اول حكومة ده ازاكي اربعة عشرين ساعة مالحيتش تمر وجات عال الزبط الجرجرج المحصى تفضل يا فلدي بجيبلك بوري ما باكونش سامك البور يا فلدي مش سامك ده البوري ده كرس المعسل لازيزة او اخر امور ايه امش قدام يا اهلا على فين يا فلدي امش قدام باكون على فين عالسيمة ده ما الفلم اللي فات ده وحش او بايخ ما بيدحكش امش قدامك بور عسكار هنزلك ازاكي ازاكي حرام القسيب شرام عليكم ازاكي عام تحبو خليبانك معايا والد خليبانك كده ازاكي جايلك ما تسرقش ازاكي معايا والد تقولي ما تسرقش ايه انا عايز افهم انتو جايبيني هنا ليه ادامة سلعتش الله انتو عايزين ترمسوني ده اه 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 ما فيش حرية في الملد على انها مروح للمعارضة تصالبط عليهم ده قعدتك ده انا ممكن انتقوش بلش الحركات ده معايا ايه ده كده قعد عشان نعرف الالكالي قعد قعد فين عالكورس ده ايه قدام حضرتك ايه خلاص اعطر بيبس 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 خليني جلو شاي لعكريسي حضرتك شوفي تقعدين على كورسي جبيني شاي مش هقر على حد يعني مش هقر على حد وانا مش عايزاك تقر على حد مش ده اللي انا عايزة منك هتبنقك عايزة من ايه عايزاك ما تبقاش حرامي عادة اعطريس شاي عادة شوفي عادة كل واحد فينا جوال خير والشرف الحل والوحش احنا بقى عايزين نسك عالوحش يعني بالبلدي كده عايزين نبقى عالوضاف وحلوين اوي ايه رأيك عادة عندي تبق وايى الاسب انت على البحث فين ده دي عشان انا عايزك تبقى كويس ابا.. طب العسورة هادي علبة سجايرة هي وعلوان السجار دي مضر على صحتك يا عطرس حضرتك.. حضرتك بتعوين كا.. 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 هاني بلاي انا متأكدة انك بني ادم وبني ادم كويس اول انا عايزك تعتبرني زي اختك يا عطرس لو لا لا انا في عرضك الكلام دا كبير علي انا مش همي وفيها ايه لما بقى زي اختك؟ فيها حاجات كتير انا متعود منك وعطرب عالسجل انا ما عايزك تفاهميني ان الزابط بوليس اقول لواحد حرامي انا زي اختك لا.. دا كتير اوي.. كتير انا.. انا ما ارضاه لكيش الحكاية دي مالك يا عطرس انا عايزها مشي انا ما كانش في امر بنقضى عليك لا ما فيش امر بنقضى عليك ولا حاجة متقدر تبش وقت ما انت عايز انا نمي حسنا الإنترمها بتتائي يومنه بس هيف كو القطر فتك؟ لأ لسه القطر مفتكش حتيجي بكر يا عطرس، هفضيلك نفسي ووقنا خليك يا فتك وك حاوي البحة مالك يا وفاء، السرحلة في إيه؟ في موضوع شغلك؟ ها؟ قوات حرامي، عايزين نخلي المواطن صالح لا، برافو، ينفع شعار كويس يعني إيه؟ يعني يا وفاء الواقع العاملي بيقول إن الحرامي هيفضل طول عمره حرام والخائم هيفضل طول عمره خائم أيوة بس واجب المجتمع أن يعالجهم ويخليهم مواطنين صالحين شوف يا وفاء، أنا رأي تجراح أن العضو الفاسد في الجسم يجب بطر فوراً والعلاج السليم في الحالة دي هو بطر هذا المنحرف طب وفرد بقى إن ظروف الحرامي ده أجبرته على كده ظروفه دي شماعة بيعلى عليها أخطاوة يا وفاء أنا مش ممكن أتصور أبداً إن في إنسان معدومة ضمير والإنسانية يهجم على ناس بالليل هم نايمين عشان يسرقهم مش يمكن مش لاقيها كله غير صحيح، ما فيش حد ما بلاقيش يابلي يا وفاء يا أخي ده ربنا رحيم يا وفاء أنت عايز تقنعيني إن واحدة زيت متربية وعلى خلق وعلى قيم زيها مثلا زي واحدة أمها حرامية أو تجرة مخدراتها لا، طب وزنجوا إيه اللي طال على أم حرامية أو تجرة مخدرات ما هو لو المجتمع بقى بطر الأشكال دية وعملهم بمنتهى القصوة هيجي الوقت اللي هيقل فيه اللي أمهاتهم حرامية وأباهاتهم تجر مخدرات مش ممكن تكون غلطان يا يحيح لا أنا على صح على غاية غيري ما يثبتلي إنما على خطر يبقى خلاص اتفقنا لا على إن الحرامي ممكن يتصلح وما يبقاش حرامي يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي أنت بتحلمي حسبتلك بقى أني ما بحلمش ما هو على ما تثبتيلي بقى؟ تعمل حلوة لي كب飯 حلوة مساء الخير كو سرهانم مش معقول زي سحت حضرتك؟ إنت مش فكراني ولا إيه؟ أنا هستعمل أهلاً يا استساعة خدي حبيبتي، روحين تدفعي دولي مرا بل بنت حضرتك أي ما شاء الله ما شاء الله أنت جوزتي ولا إيه؟ ما انت عارف ان انا كنت متجاوزها لا بس معلوماتنا انك مخلفتيش قبل ما جوزك اتوفى المهم ازايك انت والله هي هي ماشيا غلطت غلطة كده ودخلت السجن وطي صوتك بس صراحة اهني حضرتك على بنت حضرتك مش بنت حضرتك برضي ايوة بنتي ما انا قلتلك ما شاء الله اه واخبار الارامب ايه يا ماما الحمد لله مستورة خلاص يا ماما دفع مش تعرفينك بنت حضرتك بنتي وفاء الاستاذ سأري صديق قديم اهلا وسهلا على كده حضرتك بقى كنت صاحب المرحوم بابا لا والله في الحقيقة احنا كان صديقي جدا نستأذن بقى انا كنت عايزة افوت على حضرتك عشان نتكلم كلمتين بس اصلا انت حضرتك تتفضل تشرف في اي وقت بس ايه ايه كيت بنتا جت انت و ازاي ما تركبش ما قلتك عطيس عايز يا زكي يوالد شراب الاجم بتاع السبطية مال عايزك بشغلان يا سوق عركب ايه كده عايز ايه شغلان يا سوق عالله بس مش منطقتنا واحد ايه اللي حيحضرنا برا منطقتنا الله ايه جت كده بقى مالك ازاي يعني مالك ازايك ايه هاد انت بتباح لأ زوجتك ليه مص مالك ازايك مص وراء مصوران ايه مالك اجلع مصوران اوه اكو حدين على فاي مالك ايه مصوران اهلي حظامت ده كلام رجال انت مش قولت انك هتيجي انا حرامي وهو في حرامي له كلمة الظهر ان السياسة الزوم مش هتنفع معاك حاتوا اسكاري بعد ازايك 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 محمود ايه م spannend صغرام واي احو مالان Manpower can happy كنت فام انك مانياه كويس ايه هتعمل ايه اتنبى صدق mnie علي مئ apocalypse يش què اروح فيكم في ده burgers اروح للماعضات صبت عليها خلاص خلصت شوية توقعك اه خمصت انا بقى حاجة في المحضر ده ان انا فشلت في اصلاح الحرامي عكريس وخليك بقى مقيد خطر حضرتك واحدة المساء الجد قوي ومعينة بالذات عشان انا كنت فاهم انك ممكن تبقى بني ادم كويس مانا لما بشوف حضرتك بقى بقى كويس امشي الاقي نفسة قلت الظهرر شخصيتي مش حاجة انت بالنسبة لتحدي وانا رأيي اللي متمسكة بي انتى والى زيك ممكن جدا تبقى كويسين فهمت؟ ما فهمتش بس عليا يا اما انا ما عايز اكسفك ولا تقول لي عليها حمله اه دي عكريس عايزة عايز بيبس مانا لسا حسألك تشرب مين بيبس بيبس ولا شارب شارب الحكاي صاحبك اتأخر يعني طول قوي مع الولاية حكومة بقى نورة ربناي على كلام ما خيف عليها والحكومة ده عايزة منه ايه؟ عالم عالمك هنورة الكوارح هتبرد بيسخنيها وش ربي بقى ريزة يا فرحات يا أخويا قادي اللي بيجي لنا من الحكومة نفضل نسخة نسخة احنا يا جدا عايزين نراشد استهلاك البودجاز دي كان الكعرابة يا موارة كايت؟ الحمد لله أجل جميل أول مرة عاكم في مكتر ضابط رب الله ادعي ما كاتل الحكومة على يا رب فريق بلدي مش كده؟ دلوقتي انت قلتلي بتسرق ازاي؟ لكن لسه ما حكتليش إني خلك تسرق شوفها يا ست الضابط بي أنا كنت عايش مع أب و أم والأمور كان يتمشي صح كنا فقرة إنما كان يتمشي وأبويا كان دايما يشتكي من قلة اللي في ايده عيالة كتير بقى كنت كام عامل تفاجهتيني من السؤال كنا كام عاين والله من أفاكر كنا زينب و أبو كنا حوالي أداشر عاين و أداشر عاين بس أنا كنت أعبره حشان كنت أطوره المهم بقى من دير كلام والحديث هبت بإيه لاش هو فسطينه مات؟ فص ملح و داد راح فين الله أعلم المهم في أمي الساة دي عمري ما شفتها نايمة و أنا عمري شفتها بتأكل كل الوقت بتشتغل عشان تجيب لنا لقمة العيش بالعافية و لما تجيبها ما تدقهاش عشان توفر هلا غريبة أول مرة أسمعتها بيرزي دا دا يا بباني أنا بقول كل ما حاسب بيه بجيب بها كنا تطلع كده بس برض ما قلت ليش يا عطريس إيه اللي خلك تسرق اصبري تبتقل وقت هما مالجاش أولا اختفت هي كمان؟ ياليت أمال راح تسجل ليه؟ أصلاح كنت اشتغل في المخضرات انت مش لسه بتقولكو ما كنتش لقيين تاكلوا؟ مهو دا اللي مجنيني؟ تشتغل في المخضرات إزاي؟ وإحنا على الحال دا طبعا عمورها ما اشتغلت في المخضرات لكن الناس ما عندهاش ضمير ربسواها التهمة مين الناس دول؟ وليه هم بالذات؟ الله هو أعلم احنا مش قادرة تصور إن فيه ناس ما عندهاش ضمير بالشكل دا إزاي حد ممكن يقدر ينام هو ظالم بريء المهم انت عملت إيه؟ أنا كنت أياميها بشتغل صابي الميكانيجي وفي رقابة 11 قول 12 عادي ماشي؟ ماشي ماشي ما يسيبولش في حالي؟ ألا قيلوستو ما ينتهليش؟ اللي تعاليها بم بتاعت الحشيش؟ روح يا بم بتاعت الحشيش؟ الله؟ ده مرمي جرباني؟ وانا بأخذ مراليين؟ ما تسنب حالي أصلا؟ بس؟ بس إيه؟ مرة جايمت عاكني سخينت ضربته بالشاكمان في الأفوقه بس قضيت أحدث بسيطة خرجت لقيتها في الجيش قبل كده كان فيه بالتتاهت بعد شوية واضراح خرجت ما لقيتش حد أخيراً اعتدت في أخ وحيد يمكن هو اللي نفع دبلوم تجارة طب والبقين؟ أهلاً 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 إيه فجأة الحلوة دي؟ هذا ده من العيد كتبخرت زينا عن اللجوم والتلكون بتاع بي ده مشهول على طول على طول استعى خمسة معلش هولوقت سرقنا بقى معنا هاااا ً ده نحن يعني ما سرقتش حاجة هااهاه لا، أسهل تليفزيو وفيديو وسطيلو وحيفايا إنما واحدة لا ما سرقتوش أفاق الدكتور ياحيه أجوزي أهلاً سعتباشه أهلاً إيلاك يا باشا مطول مهلاً سمفاق ده بقى إيحيا اللي كنت أكلمتك عنه ده بقى عطرس عبد الحفز الحرامي مش عبد الحفز الحرامي، أنا الحرامي بس أنا أبوين لحضبتك إسمي بالكامل أبويا ما عمدش حاجة إنما نلزوب في اسمه الحرار انت رغاء زيادة عن نلزوم فعلاً يا خلاص هات الكرسي يحي يا وقت اطفالنا يا فنة اطفالنا فنة اطفالنا فنة هي يا بويا ما تطلعش في الهدوم ما طلعش في الهدوم إنما يمكن تطلع في الهدوم ساعتك كرسي دي في العشرة يا حمود ليس أبدأ مش شغل وفاة لا خلاص أنا خلصت يا حمود بنكمل بكرة إن شاء الله يا عكريس الساعة عشرة جلقيك هنا قبل ما عاجلت سلام عليكم يا سيداشر روح أحباً يا فنة راح فين يا سيبه يا محمود قلت لك سيبه يا محمود حتى الزب مش هتاخد بالها قلت لحفظ بالك يا محمود انت رجالين هنا وارا محمود واسح زيت يا أخي استعواء رحلك على الأجل أحسن عشان يخلالنا الجو وخد لتصبير مش كيف يا عدريس الله ما تبرحليش يا مورة ما تبرحليش يا أختي يا أمار بتأكليني كوارع ليه مش عشان أبقى كويس يا حبيبتي أنا قلبي عليك أنت قاعدة مع واد مجرم حرامي ثواب بتضيعي وقتك وقت الحكومة مساء ما منهاش فايل بس الواد حي جميه النتيجة يا حبيب يا حبيبتي أنا مش بكصاد لك مقليفة بس كل بأساليب اللي من النوع ده مافتكرش نكحة يا وفاة بص بقا أنا اللي بيجبني فيك أنك متمسك بوجهة نظرك أنا كمان يا سيدي متمسكة بوجهة نظرك كده؟ نورمناست حديد حبوب تأخذ بالفم نورمناست حديد حبوب يومية لا تتردد في وصف نورمناست للسيدة التي تلائمها فهي متوفرة الآن في جميع الصيدليات نورمناست حديد من أسرة المستقبل سيد بلطك تعمل فورا كده اللي ده تمّا خفالة محمود تاخو كامل ده يعني في الشهر نورمناست حديد من أسرة المستقبل لأنني حيكونوا أهلي مليت مش في البيت ما يمين؟ وكنا حسكت دورية مش في الحادة وكنا عربية اللي حتجيب بضعها واصلت وقال لي خلط في المراحب يماما صراح منها عطول أصلاً يا حرامينا مفيش حد بيتولد حرامي الناس كلها بتتولد كويسة الظروف والناس هي اللي بتحول البني آدم اللي مجرم أو مشارف فهمت؟ مفهمتش على فكرة انت نبيه بيتهايلي لو لقيت لك شغلانة كويسة تأكل منها لو ما تعيش مش هيبقى في عندك سبب تسرق تحب تشتغل إيه؟ وزير الخزانة في الأرجنتين شمعنا الأرجنتين؟ عشان لعلعب كرة مع ماردونا يا عطريس اتكلم جد يا حاجة الزابط أي شغلانة تأكل عيش؟ إيه رأيك في كشك الزجاير؟ دي بي في شوكالاتة وحاجات ساقعة وما لدي الورق؟ وده هاجبني فلس من ايه؟ انت مالكش دعب الفلوس الحكومة هيا لها تدفع لك الأول عشان تبتل تشتغل طب والكشك ده إنت ان شاء الله ده أنا حبتدي من بكرة إن شاء الله في التصريح والإدراك وفي خلالها ما استشروم كل شيء تم أنتهي ربنا يسمع مني وخليك موستورها معاك وأعتبر ليا ربنا 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 بنيك يا محرامية يا رب انت والايه؟ أنا ولأه وجلت أنا دي مش عايز أسمحها مرة تانية أبدا فاهم؟ خد ايه دول يا فاهم؟ دول خمسين جنيه سالف مني تبقى ترجع عملي لما الحال يمشي معك خد وبقفوت علي بعض ومين ثلاثة عشان تعرف الأخبار أول بول نلا عدريسة ربنا يخليكي ربنا يستهبعكي على فكرة أنا أول مرة في حياتي قادة لحد مش عارف كبينه هيقبل مني ولا؟ إن شاء الله هيقبل منك خصوصا لما تبقى صادق في التوبة مش حضرتك سعر إليك؟ حضرتك بنت كوزر هاني؟ مظبوطة عام أهلاً هتمنطع سعر آه نطب إيه؟ سعر عنده سعر مراهبة بالإسم بعد ما خرج من السجن هوا حضرتك زابط أنا ولا إيه؟ عام أهلاً 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 ظروف سعيدة حاجة مش عايز نرفازها باها نورة وكملها عشب طهر إيه أنت لكلامك غريب قوي عدريس بدل ما تفرحيلي؟ أفرح لك أفرح لك أنك هتسيب شغلك وأكل عيشك أكل عيش؟ ده أكل صحت أكل حرام إيه ده؟ انت جرلك إيه؟ ما كنت عال؟ كنت عال بقى حرامي؟ يا اختزاكي حرام الغسيل إحنا هننبخ يا عدريس؟ عملك هي بأسا نورة؟ المفروض تفرح إن خاطينك واد مجدع هيأكلك من عرق جبينه وإن شاء الله هتعمل لي شقة من عرق جبينك؟ هعمل لي جبيت آخر هناك موت يا حمار يا عدريس؟ بلاش تكسير المعادف ده يا نورة؟ الله؟ في وحدة في الدنيا تزعى إن الخطابة هيبطل سرقة؟ فكري في اليوم اللي ياخدوني فيه أتقافش ياخدوني ما تضر للنار؟ ومتفكر ليه في البلد أبنقور؟ ما اللازم أفكر في اليوم ده يا نورة؟ لا، الكلام ده مش كلامك ده كلام الست الزابط هي اللي قالب تموخك الوزك الحرام هو الأمك؟ اوه، مي حاجة بتستخده؟ مالك بتبرع إيه لك ده يا نورة؟ ومالعايزنى سبينلك عناية؟ يعني منشطرتك قوي؟ ما تبرع إيه لش يا نورة؟ أنا برا لعشة زيك، أهو معك حق تبرع إيه، برقنا صلاح وخير يا عبد الزابط وفاة اه، اه، ازاي حضرتك وازاي كوصل هامل؟ ممكن ما تجيبش اسم والديدي هنا خالص؟ اه، ممكن، بس أنا جبت سريته بحاجة بطالة لا سبح الله؟ ايه اللي دخلت مكتبي هنا؟ جيت أصبح طيب، ممكن ما تبقاش تجي تصبح وما تبقاش تجي هنا خالص؟ اه، اوي، اوي، حاضر يا حضرت الزابط مع السلام حاضر اه، ايه، ايه، ايه ايه، اعكد، come. عايزك تفضل حرامي مش كده الاولى معلش لما المشروع بتاعك هيتعامل كل شيء حي تغير طيب و امتى المشروع هيتعامل ان شاء الله هي الاجراءات اتأخرت شوية انما معلش اتأخرت كتير اولى اولى اخذ الصابق ريس وبعدين انا عايزة بقى عندك صبر لازم تتعلم الصابق ايوة بس انا دلقت الى الحرامي ولا مش حرامي انا بقت موسقى فسط الحرامي طيب الفلوس بكرة حكومة بكرة 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 اه بكرة خلاص باستنى حتى بكرة بس الفلوس بتبرقك عم عارف عم عارف عفاني باستنى اه انا حديك شيك وعلفين جنيه عايزك تصرفه لي بس انا مش عايزة حد يعرف بالموضوع ده حافظ بس خلاص؟ شكرا اتفضل يا ساعة ريس ادي التصريحة هي واخترنا لك موقع هاي هم جميلة جدا للتصريح حلو مانظرة حلو بس الفلوس مزرح يعني التصريح دي ما تنفنش تعمل كشك؟ تعمل افاني بس ممشيش انا اتر حضرتك المسالة الصعبة حب بس ادي الفلوس اهي ده كامل؟ الفين جنيه عشت الفلوس لايبي ده عدمه لا انت الفلوس دي مش هتخدها الفلوس دي هتفضل معاي انا وكل واحد يخلص شغله يجي يقبض حقه مني يعني نجار كهربائي اصحاب البضاعة ده انت ولا الملايكة الاخوات ما اعملش مع بعض كده انا مو اخزة فرد كلمة الاخوات دي طلعت قصبنا عني معلاش خلينا في المهمة روح انت دلوقتي بقى عشان تبتري شوكي حاضر استرخولي سلام عليكم تعالى هنا نعم المبلغ اللي هتعمل بيه كوشكي ده حيبقى دين عليك مفهوم؟ يعني الحكومة مش هتديني الفلوس دي جدعانة جدعانة دي بقى مسماش جدعانة دي اسمها بلطجة انت بتاخدها عشان تقف على رجليك مفهوم؟ ايه راك يا بيتنا نورة رايفة اه افت كوشك عدمت النظر مش لما بقى كوشك الاول كلها تلعت اربعة ايام ويبقى اجدعها كوشك على فكرة نورة ايه؟ انا عايزا احطلك تمثال بالا مش تمثال لا اصورة صورة 25 في 580 بالحجم الت positive ليا يا اخوةeh ما تحط صورة حزب الزلبيدة احسن ياريت يا بت ياريت مترداش لا انت ختلوك ختاها وما الوابة مش تصعبت أفضل نزيدك بزريد ايه لا اتمراج ليش والقورة لا اتمراج ليش ولما تتكلم على حذر توفق تتكلم واحترام يا اختذاك يا عم الغسيل Sun ما اتبراج ليش امي حبيبي ايدك بقى الرهان اللي بيني وبينك امي رهان ايه اه اه بكرة بقى بإذن الله حيتم افتتاح كوشك عطريس عبدالحفيزة وبعديها بكم يوم حاجبلك تقرير رسمي انه بقى مواطن صالح مية في المية يا وفاق يا وفاق احنا بنشتكم التجاوزات اللي بقى ميلها بعض التبجار ومتهم بعضهم بالجشعة والسرقة تقوم يا حضرتك حضرتك توفقي على تاجر هو حرامي رسمي طب حنعمله ايه يا يحيا حنعلقله المشنقة افرد يا اخي ان اخوك وانحرف هتعمل معا ايه مش ممكن بيقى صالحة حتطلع منحرفين ليه مش بيقولوا اخلق من ظهر العالم فاسد يا وفاق انت عايزاني ابني مؤتقداتي على امثلة شعبية ومع ذلك يستي في المسألة نسبية افرد يعني طلق لأخ منحرف هيبقى انحرفه ازاي يعني ايه بيصر شوية زيادة ما بيذكرش دروسه يعني طب وفرد بقى اني اثبتتلك بالدليل القاطع ان عتريس بقى مواطن كويس جدا جدا مش هتقدري يا وفاق لا حقدر صدقيني مش هتقدري لا حقدر لا مش هتقدري حقدر حقدر ايه حقدر خلاص خلاص شايف حضرتك اسم عتريس من اعلى عكوشك ازاي عالي عالي يا عتريس مبروك واضح انك جايب بضع كويس يا قوي انا كنت هجيب ما الزكة حصاب الله بس قلت انك مش هتتفعلهم الحقيقة حضرتك بالدقاء قوي على كل ايهش تصير في المزبوط خليك عملي لما الامور تمشي معاك ابقى جدي ان انت عايزه مزبوط مزبوط يا فندم على فكرة نستعرفك على اخويا ده الوحيد اللي قيته من اخواتي دبلوم تجارة وبيتكلم انجليزي تعال يا عالي ايه عتريس اهلا يا عالي اهلا بيك يا فندم الحقيقة احنا مش عارفين نرد لحضرتك الجميل ازاي خصوصا وحضرتك عارفة ان العين بصيرة واليد قصيرة لا ابدا ما فيش جميل ولا حاجة ادي املي بيزي يس يس البيت نورة خطبتك ازايك يا نورة اهلا يا حضرت الزعب من غير تبريق طب يا عتريس انا حمشي دلوقتي خلي بالك من شغلك مع السلام يا فندم مع الفي السلام جا يا نورة انت نازلت تبريق عمالها لبط على بيت تعالي الحمد قالولي عنك انك مرشد جدع انا في خدمة العجال يا سبتهاني انت طبع تعرف الوضع تريس كويس عايزي المعرفة يا حضرت الزعب عظيم انا بقى عايزي بتحطه في اتمرك وترقبولي كويس اوي 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 وتعرف لكل ما تصرفاته وتقولي عليها اوي صوت حضرت يا حضرت الزعب تمام حاضر مع السلام الله يسلم يا حضرت الرجالة يا حضرت الهجامين الحلوين اللي كان فتطلع من دول يكسبوا شقوا شوية دلوقتي باعت تستنى بيعززت الزوزة برشين سافر جرا يا نورة ليه اللغة دي معايا يا بيت لان الزبط خيريتك يا سيد الهجامين الله ما تبطل زيني على وده لحصلك يا بيت وما تبرقليش انا عايزة مصلحتة مصلحت ان كلها بعرق جبيني عرق جبينك ذا كلام فاو عليا انت بعجولة باعت عبالسة انت ايه ما تبرقليش وقالي اسمع بس انت دلوقتي في نظر الناس كويس وحيل وفي نظر الزبطة بتاعتك كويس وحيل تشتغل وانت مدالي وانت مدالي وانت مدالي قوم يا بيتي من هنا قومي عملية الوات شرابة عملية حلوة زي الفل وقابل المدرسين ما رجعوا من بار مار هي جيت من مار امي بيت من هنا وما تبرقليش امشي من قدالي السعادة قول لي بقى حبا منظرك قلم مخلع منك فانت عارف كاذا حرابنا قايلين عليا كاذا حراب كاذا انصل امي امي جاتك نصيبة جاتك نصيبة انت جاتك نصيبة انت فيك وفحوك سجع عامل خسيب يا اخي يا قاع المجتمع يا ولد الشهر يختير اه ايه الاخبار يا حامل حيروح يسرق شقة النهاردة انت متعكد زي ما انا شايف حضرتك بالزبط عنوان الشقة دي فان اه ها فان تعرف مين اصحابها كانوا مسافرين وهو فاهم كده لكن بعد ما اتققصت عرفت انهم رجعوا النهاردة من ساعة انت متعكد من الكلام اللي بتقوله ايوة فاندم هيروح يسرقها النهاردة بقى الساعة اتنين بالليل طيب متشكرين يا حامل تحتمل مع السلامة الله يسلام الزهر ان المجرم يفضل طوله امره مجرم نهارة من المجرم يفضل طوله امره مجرم مع السلامة بقى السلامة أهلاً أستاذ سالسعولي فينك من زمان أهلاً أهلاً فينك من زمان يا أستاذ سالسعولي أنا هنا إن شاء الله عمد تيه معلولية أنا رأي أنك تطلقها إن شاء الله حطلها خير البر عجلل ادخل ادخل هنشرب كاسين مع بعض منقوع الهوى لا لا أبا أصلاً متوضي ودخل أصلي طيب أشوفك غداً مع السلامة مع ألف سلامة خليك عندك حظر سلط وفاق أمشي قدامي يا كلب أنا أمشي قدامي أنا أمشي قدامي أنا أمشي قدامي دلوقتي أنتا مش حادر تفتح بقرب كلمة واحدة أنا مكنتش نعيز أسرع العيل هم الوسونة إياكد الله أمشي يا قدامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولمان انت ندمان الندم ده كله ليه فكرت تسرق ليه خونت بعيفت زنك على دماغي امشي يا تريس روح لحل سبيلك امشي يعني ايه يعني انا مش هعمل لك قبيط شروف سرقة لا لا كتير علي اي اوي كتير امشي دهلوكي من قدامي امشي مش معقول ان الدنيا فيها كل الرحمة دي اشتغل بالليل وبالنهار مع اللصوص ومع الحرمية غلط ايه نجبرك نجبرني على كده التزامي ناحية شغلي يا يحيا يبقى تستقيم الحكاية مش بالبساطة دي يا يحيا يا وفاء انا خايف تكوني بتهدي بيتك بنفسك ما تقولش كده ارجوك يا وفاء ما تجبرنيش لانا عادي غصبا عنك انت ارديك ان انا عمل حاجة فاسمع عني انا كمان يا حقوق من حق ان انا قام مع اي حاجة شايفة غلط انت مش لك حقوقه بس انا كل ملكك يا يحيا يا حبيبي انا مقدر شاب لفواحد في زكائك بس انا عندي رسالة وعايز اعملها ارجوك يا حيات ساعدني ايه انت زعلان مني شكلك زعلان مني ده انا روح اموت نفسي قاعد اعمل ايه حتى مش بدياني فرصة عشان ازعل مني ربانا ما اجيبش حاجة وحشة بس انت أديني فرصة اكسب الرهان واثبتلك ان المجرم ممكن اصلاحه هو بعدين يتفاهم في كل حاجة يا يحيا تت حلم ياوفاء صدقيني بتحلمي يا سيدي سيبني احلم الجدع عدريس بقى اخر تمان وبعد عن الحرامية كويس بس برضو خليت مرقب دي العالم الحرامية مفقوعين منو على الاخر ما تستعجلش قوي كده لغاية ما لتأكد حضر حضرت الزنا شكري ريسا أشوفك في الجامعة معزة السلام أخوي سالخي نعم نعم الله عليك ما بتجيش انت ما بتسألش انت قولت اجي أنا هو اسأل يا عطريس سألت عليك العافة يا أختي نعم هو ما كانش عيش وملح العيش والملح لهم أصول وانت السكاتي كان بنت حال غير السكاتي يعني ايه؟ فقوامة ركالنا عرف؟ واحنا اللي كنا في العين والقلب؟ كلامك تلمش عايز أنا راجل دلوقتي مكسب لأمتي من على جبيني ومش حامش غلط لو تربقت السامع على الأرض فإذا كنت عايزة تمشي في السليم وترضب اللي ربنا بعتهن كنا بها ما كانش أنا ما جيت لكيش يا بايخة الله 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 ليه اللون الغامق ده؟ عشان اللي جات لك؟ ومش كده بس صلتك بخوك حرام القاسيد دي ترقطع انهاء يجي وكمان عايزني أعطع أهلي وكل ده عشان آه عشان حت الزبط بلافاتك إخرسي إخرسي يا قاع المجتمع اه ؟ لا 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 لمايصف رقامتك وليه اللي حارتك تقدك ممش كدهيش اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مين يا حنة؟ 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 عتريس حافظة آه مرزة؟ آه مرزة؟ آه أيها يا حبيبتي أبو سينك الأول معنا ضيفة عن غدا مين هو؟ تجربتي العظيمة أخيرا أثبت أن المجرم ممكن يبقى إنسان كويس جدا لو الظروف كويسة اتحيقيت له أنا جبته معي مخصوص عشان يحيي أشوفه بنفسه ويغايع رأيه فيه وحيتغدى معانا؟ أيوة يا ماما أيوة بس يا ده كتير أوحي أيه هو اللي كتير ده بقى إنسان كويس جدا مش عارفة أقولك إيه؟ ما تقوليش حاجات عالي بس عشان تشوفيه طب حاضر حتكلم في التلفون وكيلي على الله بقى أكلين يا جدك لا أكلية يا فندم أنا مش حقدر مش حقدر ده إيه؟ أنت هتكسفني ولا إيه؟ مش ممكن أقعد مع حضرتك ومع الدكتور الباشي على ترابيزة واحدة مش ممكن يا فندم العلم تقلاش على الحاجة تبقى يا ماما عطريس أهلاً استهامل أهلاً بالعظمة كلها عطريس؟ أنا اسمي وحش إنما أخواتي كلهم أسميهم حلوة كان أخواتي حوالي 11-12-13 عاجل وكايتمي بتدلعني قبل ما تخش السجر كان بتدلعني تقولي عطريس وكايتم وحي يختلع صابون يسميه أبو العطريس الكلام ده قبل ما يفك من الملاحات مش ممكن مش ما أقول أنا أنا قلت حاجة ذاتها زعي عارفك عارف عفني مستاني أنت عارف الجدع اللي معها وفق برا اللي ما عارفه مش عفني مش فكره أنا مش فكره عارف ده يطلع مين مين استاني أخوة فاق نعم أخوان أيوة اسمه والكلام اللي قاله بيأكده أنه هو ويه بس الحقلوه تم على بعض استهانم مديني بليل ناس كتير مش عارفة مش عارفة حبينا لا أسطر جيب العقاب سليم يا رب يا رب ماما ايه يا ماما مشيتي لي أروح لا يا حبيبتي مفيش حاجة جوز الجاه لا لسه مجاش طيب أنا مش حقفة أتغدى معاكم ليه؟ مش عارفة حاسة كده بشوية اتعب آآ شوية اتعب ولا ازاي كوصر هانا متوقفة تتغدى مع ولد زي ده؟ لا لا يا حبيبتي بس لو بتحبيني سيبيني أستريح يا رد تغير رائقتي استاني نعم يا رد تغير طول وصلوا بسا لا أسطر يلا جاي يا حبيب تعالي بقى روحين تلجوزك عشان ما يلاقش عليك يلا مش هتغير رائقتي هحاول يلا يا رب يا رب أسطر يا رب أهلان 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 جبتوا هنا علشان يتغدى معانا عشان يعرف إن الدنيا لسه بخير إيه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ يا أخ نعم ساعة الباشرة نشوك بعدين مع السلامة هو أنا مش حاكل مع السلامة توضى لبرة برة يحيى ليه كده؟ لا معقول ده تجد إن البيت حرامي محترف بس ده ما بقاش حرام يا يحيى ثم إن وفاق الكلام ده لا أخبر وإطلاق فاني سمحت للإنسان اللي ارتبطت بيها إنها تتعامل مع النصوص الصوادة ما يصلتش بك الأمر إنه رعياتي عليها ببيتي مش بس كده فاصل بك السزاجة انك عايز تقادي معي على صفرة واحدة ببيتي يا كن الكلام اللي بيحصل إيه هاني بمعثلة أيوة يحيى بس الكلام ده كبير قوي أنا استنفزت كل وسائل أفناها معاكي طيب بايبا من غير مفعال وفاق من اللحظة دي انتهت صلتك تماما بالموضية دي ده شغل يا يحيى وفاق مش عايز الملاقشة توصل لأكتر من كده ما تضطرنيش أقولك اختاري بيني وبينش أقولك للدرجة دي واكتر وابي إن أنا أحافظ عليك وابي إن أنا أحميك من الأفكار لأقل ما توصف إنها سازجة وسطحية دلوقتي ردك يا هاني انت عارف ردي كويس يا يحيى أنا مش عارف أي حاجة بس انت قاسي قوي يا يحيى معي كن لازم أفوائك قبل ما تختلط عليك الأمور ما تعرفيش إذا كنت راجل ولا ست يحيى انت عارف شعوري ناحيتك إزاي يبقى اختاري ما جاتش عارف محروف ده بقولك إيه إنت هتشتغلي ولا إيه وإحنا فاتحيني الإسم ده على شنك بسألك سؤالي يا إخ ريحي ريح نفسك يا أخوي اسمع أنا سمع إن الملازم أول وفاق حتستقيل حتستقيل إيه؟ مش عرفني يا أخوي يا نهاري سمت لأكل حصل حاجة وحشة ولا يكون بتقول إيه؟ بأكلم نالسة محمود لما قوم اتدائي بأكلم نالسة محمود الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور الباشا جوز حضرة الظابط وفاق موجود دلوقتي؟ الدكتور يحيى في المستشفى طب علي بيقول إيه؟ والستة وفاق هاني موجودة؟ وإنت ملكي إنت؟ بأسأل يا أخي وصل الحرم؟ أصل السيد تبعافية شوية عيانة؟ إيه وعيان؟ طب ممكن تقول لها عتريس؟ عتريس؟ يطلع مين عتريس دي؟ أنا؟ إنت؟ طب تتوكل على الله كده يا سي عتريس؟ والجنة يوم الخميس تاخد الصدقة صدقة إيه؟ أنا مش حاجة تبقى حرامي؟ أنا حرامي؟ إيه وي؟ شكلك كده حرامي؟ بتشوك لها يا فاك؟ خلاص لما تفكي بها تبوح تبوح أنا خايف عليها قوي يا عاج خايف عليها إيه من إيه بس يا عتريس؟ خايف لكل الباشا الجوزة ضربها بحاجة فتح لفوقها دكتور محترم هادرب مراته برضو عتريس؟ دكتور ولا مش دكتور؟ ما كل الناس بتضعب مراتتها؟ لا 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 مافتكرش أنا عايز أتطمن عليها أنا مش عارف أشوف شوكلي إيه 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 إي إزاي نهية إزاي واحد إزاي حضرت الزابط تسيب شغلها إليه عشان الشديد قوي وأنا خايف اللي هقول الشديد القوي ده أنا 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 عايز بتشوفها رحل الأخير أنا عايلتي وحنيت للشغلة لاعطريسا؟ أنا مش حاسر نعم؟ همالباكي ليه؟ أنا عايزك بس تأمني الإبيت عايز أطلع الإبيت إن شاء الله رب Belle قلع المواسير أنا طلعها المواسير من غير من الصراع عطريس ده مش ليDetك بتاخدوا ومنك ايه ما تستهيفنيش اكتر من كده هل استهيفني؟ انا مش حمار ايوه بتعملني علي اني حمار بقولك ايه؟ كوتسينا وعديتها بمزاجي مالك كوتسينا؟ نا لو في كوتسينا فيها السبعة أولادي عطريس؟ كملا دا انت قوم الجنب انت وات بايخ طب ملاشي كوتسينا؟ اختي؟ مالي اختي بقولتلك حجوازي؟ قلتلك حجوازها اولا بقولتلي هكشي؟ قلتلي وده كفاءة يعني؟ طب ايه يعني؟ طب ايه حجوزها بمزاجي لكن طلوع المواسير من غير ما نسرق دي بقى اللي مش هعجوزها مش هتاخد عقاك اشتركوا في القناة 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 باولك ايه ما تأخرت بسرعا انت سامع اصوات الكلاب وانت عارف عودتي من الكلاب بسرعة ايه بسرعا ايه بتايل جابك هنا واني بخلق بالطريقة دي انا انا جاء طمن عليك قطمن علي بشننة علا دي تفكيري مردوش تخروني باب اتبني ايه 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 بيدا ما تقامل ايه 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 ما اتغسر ابيه ايه اخر مرة عاجبك هستانم اتغسر في ايه افان بحقا سخص اتغسر هاد الرجل وراي على مطلوب القوليس ايش معقول هو ده اي هو ده اللي الهالب كتعايز بها كويس فجاي سرقنا ايه احي حشرحك ما تشرحيلي تاني هتشرحيلي عاجبك بنتنا عند اسم الحرامية والتحيي وقوليس ونهادة بسبب تصرفاتك هات وراي عال ايش ايش يا زيبالك نسلك بسبب رجعين من عفاة ها السال خير يا ساعدة البيض ايه كمان ده الودة يا بيه ها باقف تحت شباقة التنمت الكبير ها جريت جريت وراه افاشته من افاة لقيت مع الحبل دي ومفاتيح الحرامية ده يا صاح الحكومة موجودة وعمل لها الجامل بلعت صمعيتنا في الوسط يا صاح يا يا أنا عايز المحام بتاعي يا صاح أنا عايز المحام بتاعي أنا عايز المحام بتاعي هلو موليس النجدة أنا الدكتور يحي ياشم هاي وفي حال السرع عندي في البيت واش يهات الدواو واش يهات الدواو سافيرها حلوين حلوين ضول حلوين بلقاع المجتمع بس كت بس كت لو حسن نضرب على هفاة ما تعمل ليش فيها معقر معقر المفات اللي بكلمني بيها يا زك يا حرامي غسيد دي يا حرامي غسيد دي يا حرامي غسيد دي مش كفاية بيبتر يا حرامي سنغي بحاك هنا بعملوش لو ما كانتش خالق يا زك انت حبس مين اللي حتي حبسك يا حرامي غسيد مين اللي معّلبة لهحد الي ضيارة مين الليت وكذات مفات الظ suggests يبقى يا حرامي الله يبقى سيكي بالخير يا نور يا أخي يبقى فعلا كلامها تلع مزبوط إنتا فعلا اطلق بط نورة كلامها مزبوط أخطق نورة دي ما تسويش حاجة بس بس ما تسويش حاجة من اللي حينفعنا في المينة اللي احنا فيها دي ما هي اللي حينجي لنا العيش والحلاوة والحلم بس بس أنا متأكدا دا ما كانش جاي ياسرق الله مش شافوه هو بينطع المواسير وفي حرامي تاني تحت مستنيه بالحبال يا أم يا حبيبتي اللي جاي ياسرق يخبط لي من البلكون عشان أنا اللي أم هفتح له ايه يخبط لك ايو يا مام كان جاي يشوفني اوه هتقولي الكلام دا يا وفاء لو حدي سمعك هيسيق الظن بيكي وانا شايفة ان قرار جوزي قرار حكيم انتي مكانك الطبيعي هو البيت انتي مش عايزة تفهميني ليه الودة ضحى بنفسه عشاني غاب لي سلك طريق غلط اوه هيا اسمعك تجيبي سيرة عطريس دا بالذات عطريس فوق مارحة لابت انها حدارة فكر اسمه لغت دلوقتي يحيي irm انا مرزيت أستكلّمي؟ كلمّك أقولي كاينا يحي أنا ما ليس زنّف إليّ حصل لو سبعت كلّمي من الأول ممكنش أحصل إليّ حصل إليّ حصل ده عاجبك الإختيّدة، تحيّي، وغوريس، ونيابة، وكلام فرع إيه ده؟ معقول ده؟ معقولي إفاقة ده؟ طيب خلاص أنا حعمل إليّ أنت عايشت تستقيلي أستقيلي؟ أيّ حاضر يحية حستقيل كيذا كويبس من بكرة حسلم الوهدة وأقدّم استقلتي اذهب الى اسم الى الحدس حضري فن محبوظة فن حسنا سيمون تنباتي وفن البيت حضري فن ي rekest انا اسم الفن انا اسمك dum مكتب انا اسمك وانا تشغيل مالك يا فاني الا والدة حضرتك دي اللي شفتها اه انا مؤاكم يا فاني على فكرة انا شفتها عندنا في بيتنا عندك انتم؟ اه في بيتنا زمان زمان اول ايام ما كان عندنا بيت انت متأكد بالكلام اللي بتقوله؟ متأكد اول حضرت الزبط وايه اللي حيجيب والدتي عندكم؟ يمكن من باب العطف اصلها لمواخذة جد بعدوم من مداخلة السجن طيب وهي كانت تعرف والدتك منين؟ مش عارفة اذا كانت تعرفها ولا ما تعرفهاش بس غالبا كانت تعرفها لانها كانت معهورة عليها اوي ومش معقول حد يتقهر على حد من غير ما اعرفها صحيح والدت حضرتك غنية اوي بس كانت طيبة زادة على اللزوم ومتوضع زادة على اللزوم لانها كانت عندنا في البيت وديتنا فلوس كتيرة اوي والفلوس دي وقتها نفعتكم؟ يا نفعتنا ساعدها بس ما فرحتناش ليه؟ اتلى خامة في البيت اللي تاهت كانت اصغر اخواتي بيت صغيرة واخر احكاو طيب ما كانت اسمها مفاق هلأتنا عليها انظر من الانهاش والدتك اسمها ايه؟ حسنية ماما تعرفي واحدة اسمها حسنية؟ بتقول ايه؟ واحدة ست اسمها حسنية مالها تعرفيها؟ اه هعرفها من ايه؟ ويعني ايه تطلع مين حسنية دي؟ اه واحدة ست غلبانة ام الولد اللي اسمها عتريس وانا هعرفها منين؟ اصله هو قالي انه شاف حضرتك عندهم في البيت وانا بروح حتة انتي ما تعرفيهاش؟ لا يا ماما ده مش دلوقتي ده زمان يا حبيبتي انا ايه اللي حيوديني بيوت ناس زيدي؟ انا لا اعرف ليه عتريس؟ ولا ام عتريس؟ يعني حضرتك مروحتيش؟ ابدا قلتلك لا يبقى لازم بقى عتريس اختلط عليه الامر لازم بقى عتريس سيبه يا محمود دلوقتي حاضي يا خندن اه عاضي يا عتريس اعمل ايه؟ الحمد لله يا خندن لا انتقصني لك اياكم عتريس انت قلتلي امك اسمها ايه؟ حسنية حسنية ايه؟ وانا اشعرفت انا اعرف اسم ابوي عشان اسمه لازم اسمي حاول تفتكر يا عتريس كان اسمها حسنية ايه؟ انت حضرتك حمل يا عتريس احنا بنتكلم جد خلينا اعطنا وضعنا انا قلت يمكن ان تكون حضرتك بالدورة على اسم واللحاجة هو حسنية حلو مش بطار خلنا عتريس عالحاجز حاضر يا خندن في Đây السلامة في بي اعطنا حالو minorities حف الحديث انا كله اللي عرفوا ان اسمها حسنية وقضيتها مخدرات انا قدام لكم اشوفها هي؟ وطبعاً فيها كازا حسناي والله يا فندم أنا أصلي بيعمل بحث زي ما هو واضح عندي ستك في المصريح فياريت حضرتك تساعدني عشان أقدر أتعرف على ستة المقصودة أنت عملك كم عايز؟ عندي ثلاثة وجوز اللي بيربيهم دلوقت قوليلي يا ستة حسناي أنت جوزك تفش قبل ما تدخل السجن أنا كنت تجوز عشان يرفش ده أنا أفراء أنت من الملحات؟ ملحات؟ ملحات إيه؟ ده أنا حسنية ملك في الحضرة أنت عندك كم عائلة؟ أنا قلت قطعة على الخلفة بس جبتي اتنين بس عشان خايفة على صحات اسم الله وعلى قوام إن شاء الله أنتو بتقفش كل اسمهم حسنية؟ لا وحنقفشهم ليه؟ أنا بدور على واحدة اسمها حسنية عندها واثناشر عائل أمن الملحات عرفتها عرفتها حسنية المظلومة المظلومة؟ أيوه إحنا دخلنا لقناها هنا دايماً تقول أنا مظلومة مظلومة ودايماً ترفع وشها للسنة وتتلب من ربنا حتى جوزها هرب هرب هيا تعالي يا ستي أنت اسمك حسنية؟ حسنية أحمد فرحان أنت من الملحات؟ أيوه وزي اسمه إيه؟ عبدالحفيز الله يمسي بالخير بها مكان عايش والله يرحمه إذا كان مات عندك إيه؟ اسمه عطريس؟ عندي حتريسه ومحمد وزيلم وإحمد وعلي ووفاء وفاء وفاء؟ إذا كانت عايشة زمانها بقت عروسة قد حضرتك قدي أنا؟ لا مؤسس لا أبدا مفيش حالي أنت دخلت السجنة لي؟ إيه حكاة دي مو طويلة يا بنتي معلش أستكلمت بنتي دي ماسكة بوقف؟ لا 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 أبدا مفيش حالي خدوا رحكي 18 سنة بين أربح طال لا أعرف حاجة عن منادي ولا عن جوزي تعبت تعبت تعوي ما قلت ليش أنت دخلت السجنة لي؟ ما أنا قلت لي بدي حكاة طويلة مخدرت؟ ولا عمري شفتها ولا عمري عرفها يعني مظلومة منها لله يا كوسر كوسر؟ أي كوسر أنور الطاية زمان ربنا انتأم مني أنت متأكدة؟ متأكدة من الاسم ده؟ حد ينسى بلاده يا بنتي بنتي لو شفت الستي دي تقولي إنها ملاك نازل من السب دي كانت بتعطف علي وعلى أولادي ولو تعرفي عملت إيه لما عرفت إن جوزيري كل ده كانت مخبية لمصيبة عشان تدخلني بيها السب طيب هي مصلحاتها إيه كده؟ حسن تخرج من القضية يعني هيك بتشتغر في المخدرات؟ أمان مين يا بنتي؟ أنا ده أنا مش لاقي يا بنتي؟ مالك يا حضرة الظابط مفيش، مفيش كلامي دايق، أنا أغلقت في حاجة؟ لا أماني دايقة ليه؟ ليش؟ أه أنا مضطر أمشي دلوقتي نحن عادين بنتكلم ده نقل بتفتح لي؟ مالش؟ في حالة ضروري لازم أشوفها دلوقتي هشوفك تاني؟ ضروري حرجعها لك تاني لازم أشوفك يا بنتي يا حضرة الظابط حضرة الظابط؟ نعم مالش ليه بلاش؟ لو محتاجة أي حاجة أنا تحت عمرك أنا ليه طلب بس يمكن يديك؟ أؤملي الأمر لله يا بنتي مزمونا تؤمر حضرة الظابط لأ قولي عايزة إيه؟ عايزة أبوسك أقولي بالهلالي مجردين بالهلالي الموحدة مجردين بالهلالي مجردين بالهلالي مجردين بالهلالي ده شغلي ياهي خلاص خلصت الإسام فضل السجون ياهي ده شغلي ولسه بخلصه وبعدين منفر لك منفر لك أنا تعبانة تعبانة قوي ما انت طبعا تعبانة مش شغل اسمع ما قولي قدامك ثلاث يام من النهاردة تنهي كل متعنقات شغلي قولي أنا قاسب جدا مضطر قاسب موقف ما كنتش حين باخده أبدا ياهي انت بيت هددني؟ ما انت كمان لا توقعيني مطمط يا وفاة مش معقول كده انا مش مماطق انا عندي مشاكل مشاكل كبيرة قوي مشاكل مشاكل ايه دي؟ موت يا حافة مش واش مش واش كفاءة لنا فيه كفاة وفاة انت بخبيه عليها حاجة؟ مالك؟ اه وفاة مالك؟ احيي انا يمكن ما بعرفش عبر كويس عن اللي بحسي بي يحيي يحيي انت حساس وزكي افتكرتني حبيتك قوي ايه دي ايه دي كده قولي حمام منادي بس ايه من فضلك يا يحي من فضلك استحميني الايام دي لغاية ماء لغاية ماء ايه وفاق انت مش قلت انا موهدا اه بس انا بحرمو السباح السباح بخير اخبتي انتي راح الشغل اي يا ريدي الوفاء اخلصي اجراءاتلي استقالة بسرعة عشان نحيا نتدهي من الموضوع هذا ان شاء الله مالك حبيبتي في ايه اه موما انت فاكرا لما ديتيني الكيلية بتاعتك وايه اللي فكرك دلوقتي انا عمري ما نسيت ابدا انا كل ما ببصف وشك بحسب نفسي على كل اللي انا فيه ده معقولة فيه ام في الدنيا تدي البنتها كل الحنان ده كل ام في الدنيا بتحب بنتها ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الحب في قلب الام مع لحظة الولادة مع لحظة الولادة معهم ان حكمت ربنا ان اللبن في صدر الام بيصهر مع الحب والخنان انا نسيت اسألك انتي ردعتيني يعني ايه يعني حضرتك اللي ردعتيني ولا ردعت الصناعي 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 ده ايه لا طبعا انا ردعتك الردعة الطبيعية بتاعت ربنا لكن ايه لا اسمك الكلام ده اه 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 انا حامشة دلوقتي يا ماما اه مع السلامة قضيتك اللي تحبست فيها كانت قضيت ايه ما تخلي الطابق مسطور ما انا ممكن اعرف بسهولة يا بنتي يا حضرة الزابط ما تنكشيش في حاجة النكش في الماضي اتع احنا ولاد النهاردة يعني ايه ولاد النهاردة انا بسألك سؤال ترد على قد السؤال قبل يومك كانت ايه مادام مصلمة كانت مخدرات حضرتك عرفت والدتي ازاي ده كلام احنا قلنا ما يصحش ليه بسالتها في الاسل بقولك عرفت والدتي ازاي ما احنا قلنا برضو بيزنس ايه هو نوع البيزنس يا بنت الناس الاكابر بلاش 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 ليه من غير ليه يا باردون بلاش موسيقى 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 لماذا عملتك؟ لماذا دخلتها السجن؟ السجن؟ السجن ايه؟ انا مش فهمة حاجة لماذا كنت ماشية غلط؟ ايه الكلام اللي تقوليه دا يا عفاق؟ لماذا دتيني الحب دا كله؟ لماذا دتيني الكليا بتاعتك؟ قال لا انتي مالك النهاردة؟ دلوقتي انا عايز اعرف الحقيقة حالة حقيقة ايه؟ حسني دخلتها السجن ليه؟ وانتي كنت ايه بتجري في المهدرات؟ وانا حطتتني في الوضع دا ليه؟ ايه دا خريفة اللي بتقوليها دي؟ سجن ايه ومخدرات ايه؟ فيه ما هتتكلم واماها بالطريقة دي؟ انا عايزك تقوليلي على الحقيقة حقيقة ايه؟ تقوليلي كل اللي حصل انتي كنت بتتجري في المخدرات مع واحد اسمه ساقر وبعدين وقعت في قضية بعد ما وقعت في قضية لبستيها الحسنية بعد كده خدتيني عملتيني بنتك مصبوط ولا لا دي مؤامرة انا ما عرفش اي حاجة من الحاجات دي مين اللي مانا مخد بالكلام الفائد دا؟ ويقصده ايه؟ ومين اللي بيلعب من ورها دا حرينا؟ بس 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 صدقيني وفاء كلام دا غلط 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 ايه دا؟ غلط ايه دا؟ دي شارت وفاءة ابويا وشارت بلدي المصورة تخلق برضو خد اريها وفاءة انا عشت في دوامة ايام طويلة كنت بقول يا رب كولي الهواء جزدي تطلع غلط يا رب يطلع وكلهم كده مين؟ لكني باسف للأسف الحقيقة دلوقتي انا عايز اسمعها منك انا مين؟ بنت مين؟ ارجوك يقوليني الحقيقة انا مش عارفة اقولك اي دلوقتي اقولك يا ماما ولا اقولك يا كوسرهانة انا ماما يا حبيبتي انا عايزة الحقيقة سمحيني وفاءة وكان لازم اعمل كده تبقى خلي واحدة السجر ورطة وكان لازم ارشع منها ايه اللي حدك في الورطة دي؟ غلط غلطة غلطة كبيرة كبيرة اوين خلطة امري وبحاول اكفر انا وانيني كفرت ما فكرتش فيي انت ما فكرتش في اليوم ده انت عناية رفاة انت عناية ها 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 واللي ولدتني واللي ولدتني واللي ولدني اه ها 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 قالوا لي حضرت يا فل الشر بتاعياتي ليه دي بوعك نازلة لي في حاجة مضيقكي انتي قارفة انا مين حضرت الزفت وفاق لا اما المين انا وفاق بنتك بنتي بنتي ايوة يا حبيبتي انا بنتك وفاق بنتك برضو بتبرقيل يا نورا يا نورا بطلت يا بريق يا حبيت هاني انا مش ببرقلك انا بفتح هاني قوي عشان تخش فيه وتخش على قلبي من غير لاحهم ولا دستور الله يعني وانت زعلانة بتبرقي وانت ممسوطة برضو بتبرقي خلينا في المفيد خلينا في المفيد الله يرحم والدك اسكت انا قونتلك حيطة محامي جدع قوي وزرفت العربون صرفت العربون تليس صرف يا خالة حلوة خالة دي يا بنتا نورا نعم خالة دا ايه سلام تشوف يا شويجر منظر ولادك الله هو شايفك كالتو فيها ايه يعني والحل ايه الحل في ايد ربنا يا بنتي انتي لازم تطلع عندي السجن لازم الظلم يتشال عنك لكن في الوقت اللي حيتشال في الظلم عنك ما هي اللي حتدفع التمن هي برضو امي يعني المظلومة امي واللي حنا خطرنا منها هي امي اللي لازم تخرج من السجن امي واللي تدخل السجن امي واللي تدخل السجن امي شايف الحيرة اللي انا فيها ما تشغليش بالك يا حبيبتي بي انا خدت ع الظلم خدت ع الظلم خدت ع الظلم والسجن ما عديتش تفرق معايا لكن انا تفرق معايا كتير كتير قوي انا ما قدرش اسيف قلمة اللي ودتني ودتني الحياة ماسجونة وهي مظلومة ما قدرش انا ما عديتش بكره اللي سمعته منك عنها مسح كل اللي عملته فيه لكن ما مسحش اللي عملته في اخواتي ما امسحش ابدا انها شردت عيلة بحلها عملت علشان الكتير طب اخواتي اسمتهم كده مش يمكن كانوا طولوا احسن مني الفقر كان حيشدهم لورا احيانا الفقر بيبقى حافز للنجاح هتتدخل في حكمة ربنا اه بس ربنا ما ارداش بالظلم هتعود الايد اللي تمدتلك مقدرش مقدرش ده مني ملكها بالراحة على نفسك يا بنتي وانتي مرحمتكش ليه مرحمتش اخواتي ليه الا راح راح واعتبارك يترد فيك وشبابك انتي شبابي وعمرك اللي ضاع انتي عمري اللي جاي وانتي لازم تخرج من السجن رايحة فين يا بنتي هرغالك تاني مرحمة اه شكرا للمشاهدة 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 أنا أختك أختنا؟ أختك وفن وفن أنت حصلة يا عبد الحفيز يا عدري طبعا طبعا هو دا المصبوط هو دا المصبوط يا عدري إلى دي با ربوا محليكي داعي في سعاد حسي احيان الناس المداجة لي أعافك تبقى اسمعني أقولي ان الأحوالك ما تجدنيش لتكون تفاهم يا راب على السابق لأكثر من جأت الى غطارها انتقل اساك تري يا هي يا عمي لا جوايا مفيش حدي في الدنيا قدري تخبرني كمان الكبير ده ستها لي مزحاني أولي أنا ده على اللي مش حياتي كمان ده قولي في أسرار حضرتك بخبيها حاليا أيوة في أسرار يا يحيو أسرار؟ أسرار إيه؟ بكرة تيجي معي النيابة علشان تغير أقوالك أقوال إيه يا يحيو؟ تقولي إن عطريس ما كانش جاي يسرق يهدي الأسرار؟ أيوة لأن عطريس مظلوم مز مخرج من السجن عطريس مظلوم؟ مظلوم؟ أيوة كان جاي ينشوفني يا يحيو يشوفني خطي الموت؟ أيوة خطت لي وأنا اللي فتحت له ليه التخريف دي؟ تي أكيد الجنين انت متش عارفة بتقولي إيه؟ أنا بقولي الحقيقة ماني الحقيقة؟ عطريس أخويا أخوك يعني إيه؟ ها أخوك في الإنسانية والجمع اللي انت عملت إليها دي مش كلا بلا؟ أخويا ابن أمي وبويا يعني إيه ابن كوسر هانك ونبيل المشتناوي؟ لاب إحنا أولاد واحدة ست غالبانة اتحكم عليها بالسجن مؤبد واب اسمه عبد الحفيز إليك أنا بيتكمل عشاها نوم كوسر هانك أمي دخلت أمي السجن مش هسعدني بسمعه دي يا داري السود يحيا تقدر تطلقني أنا أتحمل الصدمة بس أنا ليه رجع عندك بعد ما اتطلقني تروح لنقبة تشهد تولي أنا عطريس ما كانش جاي يسرع وأنا أسف أسفة أريحي على كل اللي تسبب تقولك أنا إنسان عكس كل مبادئك وأخلاقك أمي مزجونة وأخوي حرامي وأخوتي متشردين وأمي الثانية أم الثانية غلطت في حق الناس والمجتمع أمي مزجونة أمي مزجونة أمي مزجونة بعد كده كل واحد يروح لحاله انا مش مان معي حاجة انا موخة بلافة بلعاني مش هنستجل ازايد ازا كانوا شيه بلعانينا اننا كنا دخلين ناسا يا ابن يا زاكي احرام الغسيل مهم جوه عند البيئة وكلم يابا بيعدلوا شاليته اه بعد بطلعة تقريبهم مش ماتصوتي ماتصوتي ليه انا بقول لي ممكن سمعت غلط ولا حاجة انت حاجة بيه يا جرعي انت مش معقول كمان يقول حضر اخو حضرتي الزبط اللي م asked أطلعك حاظرتي ما بأني خليخ ليس حتباش TA ايه دك خل يا باشا؟ عزيبني واحنا نقدر نستغل عن ساعتك على فكرة يا باشا انا قلبي زي المفتخ ازاي المفتخ ازاي ترجال عشان يجب ساعتك انا كويس قوي انا عارف بشكل بداية ساعتك والبادي اللون دينا ما عرفواش انا فينا ما عرفواش ساعتمين خاصة بتدي والوادي ده كمان ما عرفوش الاتنين دول قاع المجتمع وبعدها ساعت الباشا لما باستحمى ببيض ومناخيرة بتصغر وبتدخل لجوه وليه اخذ بلوم تجارة بيتكلم بليزي ليبي بها باشا اسمام ما قولك انا عارف ان انا بلبخ كتير بس اعمل ايه تفكير على هادي انا خد ده بساعتك يا ساعت الباشا عاتريسي ما تقولش كده حاضر استهانم ايه اسم تهانم دي؟ انا شخصيا مبادرة انا مضطرة امشي بالوقت والاتفاقنا عليها هيحصل اتوصلي بالورق ايه باشا از علم من ايه؟ وايه حكاية الورق دي؟ مفيش طبع كل حاجة وحشة احنا عالم ورط سينين احنا؟ انا مش ممكن حاسبكو انا حامشي دلوقت يا عاتريسي وهم هيعملوا الاجراءات عشان تخرجوا وبعد ما تخرج نبقى نروح لامنا في السجن حاضر عاتريسي خلي بالك من نفسك شوفوا الحلوة دا زاكة شوفوا الحلوة دا زاكة شوفوا الحلوة دا زاكة شوفوا الحلوة بالتا مورا بتقولوا الكالبات بالنفسك الله مش اختك يا عاتريس ومعين انت على هنا ايه كانت معرفش بيت المورا دي؟ انت اول حلتبرى مننا عشان تضعيفها كيف تضابط ببلع اخليم شوية بشوية تبضعني ليه؟ ماتبرعي ليش يا نورة والله حلو ماتبرعي ليش يا اخ بتبرعيه ليه؟ ماتبرعيه ليه؟ ماتبرعيه ليه؟ فاطل باصة للوضوصة اهلا اهلا يا عاتريس بيت طعم طمع اهلا اهلا اتفضل يا باشا اتفضل اول اتفضل اتفضل بس يا الخيار وفاء انا جاي عشان او اي مان؟ حاضر يا حيام احتضل احاضر الشمط انا مش جاي عشان الحاجة التي وفاء اي حاجة حتقمر بيها يحيام انا حنفزها لك انا عارف ان انا تسببتلك في مشاكل كثير ارجوك تصرف منغر حرك كل الشوايت كانت بتقول ان كنون قصرة عظيمة مالدليل انت يا وفاء مثال الانسان اللي على قيم كلها انا فكرت ولقيت إن الفارس الشجاع صاحب القيم والأخلاق ما يتخلاش عن موقعه في وقت الشدة وفاق أنا ما حبيش أكون فارس جباني يحيا أنت يوم ما تجاوزتني كانت ظروفي مختلفة أنا دلوقتي مش مناسبة لك مش عايزك تبقى مكسوف مني أنت ما شرفكش ترتبط بوحدة أهلها يوفاق أنت قدري والقدر ما بتعنتش أنا اخترتك وأنت ملكيش زم أنت سبق قلتي لي أنك مخلوق عكس ما بدقي بالعكس يا وفاك أنت بالذات فيك وكل ما بدقي صدقيني يا حي يا حي بلاش عايات بلاش عايات عبانا يا حي كيف صرحني فيه بلاش تبلغ على نفسها في النيابة حالتك أوصر هاني بفارس شوية بس أمي حتى تسجن يا يا حي مفيش حالي وغير كده عامل لازم نقف جنباه عامل لازم نقف جنباه في محنة يا حسنة يلا بي نحب بدي يلا تقنين يا ماما؟ كيف يا أستاذ؟ كيف يا أستاذ؟ كيف يا أستاذ؟ كيف يا أستاذ؟ ليه أستاذ؟ مش هتعاطب على كل اللي عملت في حسنية إيه ما حصل يا أستاذ؟ العضية بتاعة كاوصر هاني بلاخلت ستة حسنية السجن سقطت بالتقاط طيب الحمد لله يا ماما طيب ممكن أعرف إيه ما يحصل في حسنة حسنية أمي؟ هنعمل إجراءات عدت المحنة لإظهور أسباب جوهرية جديدة وحنرفع عضية رد اعتبارك أنا تعبانة ده ميه مش مسترهي الخط في حل تاني أن توصلها أنا أستعدة أعمل أي حاجة عشان أعود حسنية على السنين اللي فاتت أنا رأي أنك تخصصي كل سروتك للأولاد اللي تشردوا كادية شرعية فهيقلهم بها حياة كريمة ولازم ندور على الأولاد دول وبإذن الله حلقهم وأنا علي التوجيه والنصح وتهيئة جو المناسب لهم عشان نبقوا بني قادمين كويسين أنا موافقة ديوم غمري بس ربنا يسامحني وإنتم تسامحوني أنا رأي أننا بالطريقة دي يبقى عمالنا حاجة كويسة جدا للمجموعة دي عشكرا؟ إيه يا أنت بتقول كلامي لما كانش عاربك وفاق بتأثبتيني أن البيئة الطيبة بتخلق إنسان عظيم أنا فخورة بيك قوي يا يحيان ودلوقتي أنا عايز أشوف حسنية عشان أخليها يتسامحني أنا رأي أننا كلنا نتلمل حتة واحدة مش كده؟ ونعيش يا يحيان ونعوض أمي كل اللي شافتهم أمي أمك يا عادلي بسمحاني من قلبك بسمحاني في فايا اللي عملتليه لبنتنا يا أبا أمك عطريس أمك روزك أمك صحوتي تجاد عالسجمي أمك يا أبا أمك عاده خش عاده خش عاده أمك أمك روزك إخواتك فيه هلا هيهم إن شاء الله حمد الله على السلامة بسمحاني إن شاء الله موضوع المستشفى تخاص زي ما اتفقنا هيخلص وكل واحد من الأولادنا حلاقي شو ربنا يخليك ليهم يابا تفضلك التوقف متأسر لا لا تفضلك لا 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 معلشها معلشها دكتورة باشا تفضلوا معايا تفضلك تعالك يا مانا خطور والمرشير في ورده تعالك يا مانا تفضلك حطور أنا اللي أجلت الحطور يلا انكم علي انكم علي جام جام هلا علي 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 تعالي أبس اطلعي اطلعي أحد الزلط أحد الزلط أفايا دكتورة باشا بعد أنت أجمل السنتاج ولا حقض يلا علي يلا علي بصلا على النابي جاهزين يا أبس يلا يلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة